كيف تكشف أو ما تكشف؟ لا تكتب لي يا ظل أكشف يا ظل مواطن دمتين يعني ما لازم يفرح أو لازم التساؤلات انت بتكتر بيجاوب على التساؤلات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرحمة والمغفرة لكل شهداء وآجل الشفاء لكل جرحة وربنا ينصر قواتنا الشعب المصلى أعطنا لكم فيديو جديد مراكس محمد أبو الدهب فيديو جديد جميل وكالام صغن اتكلم عن معامرة كبيرة جدا في سودان من دول الجوار فموزم الدول الجوار عندهم مصالح بإذا سقط الجيش وبركاته اقفت وصاندت القوات المسلحة قفلت كل طرق إمداد ان الجيش يفشي اجترى السلاح في دول الخارج لكن الدول عمل شنو جابه السلاح وجابه الطيران الجديد ففيديو جيت جميل وكالام صغن كداركم نذر فيديو اول نتبقى داك زي أي دولة مثلا اللي ممكن تدل القوات المسلحة الحاجات دي الدول البينه وبينه مصالح استراتيجية مشتركة طيب الدول دي ذاتة زي أي دولة مثلا إذا فرضنا قلنا السعودية مثلا قل السعودية على ذكر المثال الدولة السعودية بينهم وبينهم علاقات واتفاقيات لكن للأسف الشديد ما يقين منهم الحاجة دي الشيطان الراصم لك الحاجة دي إنك تتلجأ لدول معينة والدول المعينة دي لما انتمشي لها تزلك باتفاقيات بالفعل في النهاية دارت الدائرة مشينا روسيا روسيا في البداية جرجلت علينا وتسود علينا مشينا الصين بقروشنا وجبنا بواخر فيهم باخرة واحدة وصلت والباخرة الثانية تمسكت للجماعة بقادي لجأنا ثاني لإيران بقروشنا سلمناها جزء من السلاح تمسك والجزء والقروش نفسها الآن موجودة دفعة القروش لم يصل الى السلاح ركز معي جيدا في ذخير استطاعت القوات المسلحة في فترة ما عبر حلفة حقيقيين ودعنا بالنسبة لهم اخوة حقيقيين قدروا أن يشتروا هذه الزخيرة لنفسه ويجيبها ويقرق معينة حتى انكدرت تخش الزخيرة للقوات المسلحة دخلت الزخير وبدت في عملية الدخول وبدت عمليات تضييق الخناء من قبل الدول المعروفة لديكم ان تضييق الخناء الذي تمسك بواخرنا والذي تساعد الماليشة تفتح لها أبواب سواء كان على مستوى القريب أو اتجاهات كثيرة ونحن بيجاء القوات المسلحة مضيقين على الخناء تضييق الخناء على القوات المسلحة مؤامرة كل ما تحاول القوات المسلحة ترفع بضيقه على الخناء السيادة لكن الماليشة لا يعملوا لها الحاجة الماليشة تجعلها ترتع وتعمل وتفعل في الدولة لجأت القوات المسلحة مؤخرا عبر الحلفة ونحن الآن لا نكشف عنهم لكن أفتكر أن هناك مجموعة من الناس يعرفون من هو الحليفة الحجيجية بالنسبة للقوات المسلحة أو بالنسبة للدولة السودانية التي استطاع أن يشتري زخيرة أو زخائر بقروشه ويجيب الزخير لبلده على أساس أن يدخل القوات المسلحة منه جاب البواخر بتاعته في المواني منه؟ شكرا لأجار إيرتريا شكرا لدولة قطر شكرا لهم لذلك نقول هذا شكرا لجارة إيرتريا والسياسة الفورجي والشعب الإيرتري وشكرا لقطر حكومة وشعب حكومة وشعب على ما قدموهم من الماكنات بتاعت الجوازات تجديد الجواز والتفاصيل اللي جات منهم الغازة الإنسانية التفاصيل كلها على أن التبرعات جات والتبرعات اللي حتجي في عملية بتاعت إعمار الدولة السودانية وغيرهم من الدول طيب القوات المسلحة لما وصلت الزخاير على أساس أنها تتحرك أهم الزخاير كانت هي مغزوفات الطيران حقيقة هذا الكلام أهم الزخاير مغزوفات الطائرات وده الكلام اللي أنا ننسي حاليا جاي واللي سبب رئيسي في لايفي ده مغزوف اللي بتحمل الطائرات ده جاي ده ما حرجعتان ولا لكن حديك إنه الجارة الشمالية اللي انت بتعريفه مدتنا طائرات ولا عملت لنا لكن في مغزوف يغيبش كان بيضرب بنسبة وبيع باع علينا بيع بيقروش لأنه أساسا منافع المغزوف اللي كانت بتحمل الطائرات ده على أساس أن يضرب مليشيات الجنجويت لما نجيك وقول لك يا أخي حصلت عملية بتاع أخطاء في الطيران نو ما أخطاء في الطيران المغزوف نفسي يا أخوان بمعنى بيضرب نسبة شنو دقة ما مية في المية خمسة وعشرين في المية بيضرب الهدف بخمسة وعشرين في المية ده المغزوف اللي دتنا له الجارة الشمالية توشين وقليل جدا جدا وانتهى لكن بحمد الله وفضل الله سبحانه وتعالى جاءت المغزوفات والطيران ده في فترة من الفترات قبل ثلاثة أشهر الفترة الأخيرة قبل شهر من الآن يتوقفت حركة الطيران لو كل الناس مركزة مع الحاصر يتوقفت حركة الطيران لا توقفة مثل ما نقص في المغزوفة المرة بالعكس مغزوفات الطائرات والطائرات السودانية الموجودة عندنا دي والله يبقى الكميات راجعة الطائرات لكن بيجيك زول بيسألك بيقولك يا خليلي الطائران طائران دي يا أخوان خليك من الليناي بيشتغل عنده وغود معين بيشتغل به طيب الوغود ده ما في دول أنت بيجيب منها الوغود ده إذا فرضنا قلنا الوغود بتاع السيارات ده ممكن تجيبه من أي دولة باللناي عادي من أي محل ممكن تجيبه ناس في بيوتهم بتجيبه خزينهم عادي ممكن يدوك لكن وغود الطائران ده أخوانا ما ما بتجيبه إلا مواقع معينة وبيجي بيه برامج معينة طيب شهر من يعني قبل شهر من الآن في طلعات الطائران كانت قليلة جدا جدا الطلعات بتاع الطائرات كانت قليلة قليلة شديدة ما حصلت عملية بتاع الطلعات بتاع الطائران ليه لأنه كان في نخص في عمليات وغود الطائرات ودي كان معضلة حقيقية واجهة تقوات المسلحة في أهداف كثيرة جدا جدا مفروض تحصل لعمليات ضرب ما كان فيه والله والله أنا ما أرى أنا بجيب أقول لك الكلام لكي أنا دايرك أنت تستوعب لكي أنا دايرك تفهم دايرك تعرف أنه الكلام دا بجاوب لك حاجات كثيرة جدا في حاجات كثيرة جدا جدا أنا بس دايرك جاوب لك لكي أنا دايرك أنت تكون واعر الشقة لا أقول لك دايرك بس دايرك دايرك أنت تكون واعر الشقة طيب الوقود بتاع الطيران دا تحديدا شوف والله من قبل شهر ركز معي كويس الكان موجود فيه كانت بيستخدم طائرة واحدة بس بتتحرك جدا ومسافات قريبة مسافات قريبة جدا جدا بتحرك الطيران وبيجي راجع ما كان قادر تفتكر أن القوات المسلحة حيطنع ذولي يقول لك يا أخي نحن عندنا نقص في الوقود بتاع الطيران حيدي فرقة لأنه للعدو حيخلي العدو إنه يدونك ما مش يدونك حيخلي العدو إنه مخططات في عمليات دخول شندي أو الشمال حيمشي يخش لك الشمال ليه لأنه طيرانك في اللحظة ديك ما كان في وقود واقسم بالله العظيم ما كان في وقود وأكثر ما بخوف المليشيات الجنجويط الطيران أركب ركز معي بكلام ذا قويس أكثر ما بخوف مليشيات الجنجويط الطيران والله أنا لو هديتك فكرة عن دخول الوقود دبي طريقة عشان كده أنا لما انقبل قلت لك شكرا للناس الحقيقيين شكرا للدول الحقيقية اللي ساعدت الدولة السودانية في ظل الفترة دي شكرا للإخوة للأشقاء الحقيقيين اللي مستعدين إنه يقدموا كل ما عندهم عشان بقاء الدولة السودانية وعشان بقاء سيادة الدولة السودانية شكرا لله وبحمد الله سبحانه وتعالى استطاعت القوات المسلحة والدولة السودانية بإنه تستطيع إنها تجيب الوقود بطاعة الطائرات بالمناسبة الوقود ده جاء الحمد لله رب العالمين يمكن عنده حكاية بتاعت اسبوع مشا اسبوع الحمد لله أخذنا كفايتنا ما في نقص يا أخواننا لا في زخيرة ولا في طيران ولا في وغود بتاع طيران ولا في وغود بتاع عربات كل موجود والحصل والكلام ده حصل قبل ثلاثة يوم من الآن اتغير الموقف اتغير الموقف تماما تذكروا في فترة من الفترات لكي تطلع القوات المسلحة من معسكراته مصدوا في فترة من خلال ما تكشفه ما تكشفه ما هذا حاجة واضحة ما الذي حصل الان كلامنا لا أقول كلام من الجيج عاد أن تقول أي كلام تقوله القوات المسلحة نحن نتجاوزها الآن ما يحدث هذا الواضح هذا ما هو واضح ماذا تكشف أو لا تكشف؟ لا تكتب لا يازل لا تكشف يازل مواطن دمتين لا يجب أن يفرح التساؤلات أنت تستطيع أن يتجاوب على التساؤلات أثنين أنت تعرف هذا الكلام ماذا تتكلم عنه؟ تغير الموقف كيف؟ تغير الموقف لما من كانت تطلع طائرة ومدى محدود الآن بيطلع خمسة طائرات خمسة طائرات بتطلع بتحلك في شطة أسقاع الدولة السودانية بتضرف مجموعة من الأهداف الأسكرية كده من قبل ثلاثة يوم هل توقفت حركة الطائرة؟ وما حتتوقف أقول لك وزي ما قال سعدته ياسر عبد الرحمان العطة جل لكم الناس تصبر وحتتغير المواقف المواقف حتتتغير وزي ما أنا قلت لكم قبل ثلاثة يوم إنه المواقف دي حتتتغير وده الكلام اللي قالوا فلان الفلاني اتغيرت المواقف السحالية على مستوارض الواقع اتغيرت اتغيرت كيف؟ اتغيرت بمجرد ما انتلكت القوات المسلحة الوقود بتاع الطائرات البكفية لأنها تدير المعركة دي عبر الطائرات بتاعه على مدة السنة فهم ده؟ اتغيرت اتغيرت لما انقامت بقارات جوية تغيلة جدا جدا على مستوى كل أسقع الدولة السودانية ستستمر في عمليات القارات الجوية في المقبلة الأيام القادمة في كل مكان اقسم بالله لا يعادل بنسبة 10% من الممكن يحصل في الأيام الجائدي اسواء كلام ده قويس حركة الطائرات الأسين انتو شايفيننا والضربات بتاع الطائرات اقسم بالله العظيم ولا حق ولا 10% من الجاي ولا 10% من القادم ونحن عارفين ان الجنجويتين لا يوجدهم شيئا فهي فرفرة مزبوحة حتى عمليات التدوين تحصل فرفرة مزبوحة قارات جوية تقوم بها قوات المسلحة اول حاجة في حتات الناس الليلة اليوم قوات المسلحة تقوم بعمليات قارات جوية على مستوى الشمال دارفورت تدمر مجموعة من العربات القتالية مجموعة من العربات القتالية ومجموعة من المدافع مليشيات الجنجويت 40 دليل مجموعة لم يكن واحدة ولا اثنين الليلة في مناطق كثيرة على مستوى منطقة الشمال دارفور كومة وين 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 حتات كثيرة جدا 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 قبل حصلت عملية دقة في شرق دارفور في الضعين استهدفت فوقه اهداف عسكرية اهداف مليشيات الجنجويت على مستوى الضعين ومهدف واحد في داخل الضعين في اربع مواقع على مستوى الضعين اربع مواقع على مستوى الضعين استهدفتنا القوات المسلحة بيجيك واحد بقول لك يا اخي نحن بلين النازل وفيه خطاب زي دا اوي ركزوا معي كويس في الكلام قوات المسلحة الله ما عندها مشكلة مع مواطن مهما كان المواطن دشن فعشان ما يجيك واحد يقول لك يا اخي النازل ضربوا الضعين ذاته فوقه ناسه فيها مجموعة من المواقع موجودين استهدفت القوات المسلحة بعمل بطيرانه اماكن معينة يا ذو دقة تجمع مليشيات الجنجويت على مستوى الضعين في تلاتة والاربع مواقع استهدفتهم وما فيها الموقع revisionة الشمال الضعين تغنيråها 8-9 عروتها اللي اتفحمت تفحمت 8-9 عروتها пон School Um... المستشفى دبيع الله ذاتك جنجويت لماذا ن طلع المستشفيات لماذا ن طلعونه لمازالتких مع المتعودي الى اخرTH هل لم أدون المستشفى السعودي؟ الليلة في الفاشر لم أدون المستشفى السعودي اليوم؟ دونت أو لم أدونت؟ دونت؟ المستشفى الجنوبي دمرت أو لم أدمرت؟ كم مستشفى دورت؟ إذاً الدم أسمع على صدعين وبالنسبة للناس قالوا أنه يمكن أن يتكتلون أو مره أو ينفذ على مستوزن هذا ليس طيراً القوات المسلحة لأنه يجبون لكم كلام هم نفسهم لأن ندعوّد على تدوين المستشفى وهم نفسهم قليلاً قليلاً يقول لك يتكتلون الفلول ما ينفذون؟ هل لديه 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 مليشاة الجنوبي دمرت؟ لا يدوني لديهم لديه المستشفى انه يشعر هناك بلاء الماليشا ومعاراتكم 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 على مستوضعين دوق أوقاركم بتاعت القروش وتاعت الدهبة سرقتها من المواطن أن مشاتوا خزنتوا هناك عشان كده حتلقوا وأنا بقوله لكم بطريقة واضحة أقسم بالله العظيم أي جنجويتي والله العظيم لو خشيتوا دو الضعين دي أقسم بالله العظيم الطيران الآن ما الجيدة حيشتغل فيك والله عشان كده أنا بقوله لك أي ذول أي مواطن فضعين مواطن فضعين ده كلام ما نقوله لك بطريقة واضحة ولا فوق لبسه ولا اثنين ثلاثة تواجدك في أماكن تجمع عشرة جنجويت أو جندويت واحد اتهد بعسكري والطيران الحربي ببلك وماذا يزرخوا هس هننتهي من الجنجويت ومن شايعهم ومن عاونه هننتهي منه وضحت الفكرة هنا ووضحت نمشي قتام ده كل الموضوع الفاشر الليلة فيها تدوين معنات بكرة الطيران حيبلها الضعين ثاني حيبل لكم في الضعين ولا من ولا ما فيها دس دسة تعني الليلة 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 مشيت ودوينتوا منه دوينتوا ومدرمان الليلة 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 دوينتوا مدرمان ولا اثنين ثلاثة ده بس تركتوا كل المشيتوا وخزنتوا في شرك دارفوردة كله ادتوا ولبستوا بالله حينتهي ما ما في ظل أبطل من الظل ما في ظل الناس ما كانت دارت وصل للجزئية دي تماما الجزئية دي ما كان في ظل داري يصل لكن ادتوا وصلت الناس لإناتي فكر بالطريقة دي الفاشر حصلت عمليات بتاع التدوين طلعت المشتركة مع القوات المزلحة أمنت الوضع الحمد لله رب العالمي الموقف العمليات حموما نور عليه أول حاجة الحمد لله رجعت الأوضاع الطبيعي على مستوى الأبيض رجعت هدأت الأوضاع توقفت عمليات التدوين طلعوا الهجانة بلوا الجماعة عملوا عملية بتاع التأمين ليه جزء معين وأنا من هنا برث الرسالة للوالي زي ما قلت لك في السابق الوالي وغايد الحامية تأمين المنطقة بيكون على بؤج 30 كيلو من المنطقة فهمتها؟ بمعنى أنك إذا دارت أم من الأبيض أعمل خنادق على بؤج 30 كيلو من الأبيض والحمد لله أنك تتراجعت من غرار عملية بتاعت فتح المدارس شكرا للاستجابة دي يا سعدنا الأهلي شكرا للاستجابة دي لكن إذا إنك دار تمرر القرارات زي دي أو تكون في عملية بتاعت فتح المدارس على مستوى الأبيض أمن الأبيض عشان ما تتحمل أي مسؤولية الأبيض الليل الأبيض بحمد الله رجعت الحياة الطبيعية لمواطن المدينة أي في غلاف الأزعار لا ما زي أي مدينة ده طبيعي زي أي مدينة قطوعات في الكهرباء زي أي مدينة في السودان لكن عموما الوضع الأمني مستقر الوضع الأمني مستقر على مستوى الأبيض دي حاجة نحن دي الناس دائرنا جنوب كردفان وعمالة الحلو جنوب كردفان وعمالة الحلو ولا الجنوب كردفان الوضع على مستوى الأمني مستوى الأمني مستوى الأمني فهو عملية بتاعت تشاذي كبير جدا جدا واحتياجات كبيرة جدا جدا الجيش مرتكز الحمد لله قوة في الدلنج في كادوغلي في التقل العباسية في أبو جبيهة دي أماكن تواجد القوات المسلحة على مستوى الأجنوب كردفان دي أينها؟ قوات المسلحة موجودة على مستوى المناطق دي ومؤمنة كويس لكن المواطن بعاني معاناة المواطن دي مشكلة في الغذاء والدواء والتفاصيل دي لذلك جنوب كردفان أيها السادة قيادات القوات المسلحة الدولة السودانية جانبا مدني متمثل في كل القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء وغيركم وزير المالي وكله ولاية جنوب كردفان مواقع محتاجة لتفاصيل كثيرة جدا جدا في نقص في القضاء نقص في الدواء في أطفال الآن بيموتوا بيتعرضوا العملية بتاعة جاعة تفاصيل الحقيقية على مستوى الأله ليه تحديدا أن ذكرت ولاية جنوب كردفان وقلت الكلام دي عنها لأنه دي الحقيقة الحاصلة لأننا الآن أصبحت معزولة لأنه في الطريق في تواجد المليشيا بتاعة الجنوب قطعي لكل العمليات الإمداد الليلة لا حول ولا قوة لهم عشان يجي الأكل بيقوموا بيطلعوا عروات بيمشوا مسافات بعيدة جدا جدا على أساس أنه يجو بعد ذا بدفعونا المليشيا مليارات الجنيهات على أساس أنه يعبروا فعلى القوات المسلحة أنه تأمين الطريق من تندلتي إلى أمرواب ومن أمروابة إلى تقل العباسية مرورا دخولا للدلن وكادقل والمناطق دي الشارع دا لازم يتأمن الشارع دا لازم تبذل فيه الغالو والنفس على أساس أنه يتأمن عشان تنخذوا الأطفال الموجودين دي ودي لازم تحصل ضرورية أكثر ما ناسا الآن بيطوقوا مرارات الحرب أهلنا في جنوب كردفان حقيقة وللأسف وأنا الرسالة بقول لأهل فجر الكردفان كلهم قل أهلنا في جنوب كردفان الحلو دا ما منكم بل واضح ما نحن تغني عشان نقوله بطريقة واضحة حلو دا يا خبرنا إذا كان بني آدم يتعامل مع العدو على أساس أنه يدمر أهل المنطقة الوسق فيك كودة دي ما هي النور بتاع جنوب كردفان كودة دي ما هي النور بتاع جنوب كردفان كودة ما فوق الذهب كودة فيها الذهب الآن العامل له مدرج بتاع طائرات بيبشيله منه كودة دهب مناكد بيرفعه حلوبة عبارة عن عميل لبعض الدول يعني ما بدأ رلايا اثنين ثلاثة يعني ما عميل يعني الكيان ودولة الشر ما هم نفس المهولة يهم يعني فطبيعي جدا جدا لما نقول لك أنه هذا الرجل يخلق عملية بتاع اتفاقيات يخلق عملية بتاع اتفاقيات مع الماليشي على أساس أن يهاجموا المواقع بتاع المواطنين موزم دول الجوار دعم الدنجويد وفقا لمصالح حكم المؤامرة فيها كانت كبيرة فشكرا لدولة إيرتريا وقطر للوقفة حكم كانت وقفة أعلنية وما خافة من أي زول بالرغم أن الدولة حاولت تعملوا شيئا لكنهم لا يمكنوا فكل طرق الآن تدفل الميليشيات بالنسبة للموضوع التدوين الميليشيات يقوم في مناطق الحيوية المستشفيات ودور الحكومية والمدارس هذا كل محاولة يتضغط مواطن أن يتضغط على الجيش أن يتفاوض فكل ما يعمل هذا كل يوم مواطن يزداد قوة ويزيد كروه للميليشيات فالدعان يجب أن تتبلح والدعان لا يوجد اسم مواطن في الدعان ويزيد كروه للميليشيات ويزيد كروه للميليشيات ومواطن في السودان ومواطن الميليشيات وكل مواطن في الدعان